رئيس لجنة لتصالات بالبرلمان سيد النائب مساء الخير أهلا بحضرتك كنت مهمومين بإيه النهاردة في اللجنة وأثرته إيه وتوصلته إليه الحال تعرف كان أول يوم عمل مبارح عودة حميدة واللجانة النوعية يمكن بعد إعادة العودة فالحقيقة كنا على تواصل أصلا بطبيعة الحال مبارح مع كل القطاعات التنفيذية في وزارة المصلاة والتكنولوجيا المعلمات منذ وقوع العطل الحقيقة تم التواصل فورا اللي أنت عارفة إحنا كبرلمان وإحنا كلجنة مختصة إحنا بنعبر تشريعيا ورقبيا عن الشعب فإحنا على تواصل طبعا مستمر ومسمر مع القطاع كله الحقيقة أنا كنت متواصل على المصلاة الشخصي وزميل في اللجنة مع الجهاز القاومي لتنظيم الصلاة وقدت مع رئيس الجهاز على تواصل حتى الحد ساعة 12 ونص بالليل إن الناس بتسألنا وزميلنا النواة بيسألونا وتلقينا عدد كبير من المواطنين يعني لا كده زوبعة فاندم إن البيانات بتاعتنا الترقت وشائعات قالوا ها جتلكوا شكاوى كده كتيرة جدا الناس يعني حتى في ناس أوهمت نفسها بدأوا بعتلنا على الصفحات يقولوا ده البيانات الترقت ده تم حاج ببياناتنا ده تم اقتحمها ده علشان كان لسه ما تعرفش إيه اللي حصل ولا الناس توهمت فعليا خلال السبع ساعات دول خلال السبع ساعات يعني بعد ما تعرف إنه ده على مستوى العالم آه تمام بس طبعا يعني بعض الناس كتبوا على السوشيال ميديا تلاقي بعد اتناشر ونص بالبيت نعم حد طلع عيول ده أنا صفحتي اتخذت لكن أنا عاوز بس أوضح نقطة مهمة فت ممكن أنا طرحت من شوية بعد فت ما حيات كلمنا مع الجهاز القومي لتنظيمة صلاة ومجرد ما حصل العطل فاندم آه في متابعة آه تمت من الجهاز القومي لتنظيمة صلاة وإحنا عندنا ما شاء الله يعني أنا بتابع ده آه في مجموعة من المتخصصين آه تابعوا وتابعوا المؤشرات لمدة ست ساعات ونص آه عاوز أقولك رصد ايه الاول آه مانا ده اللي كنت ليس حاولي حركة المتابعة لرصد ايه تفضل آه رقم واحد تضاعوا حجم الحرفة على حجم تطبيقات اخرى ممثلة زي مثلا تيليجرام سيجنال نتعرف هلها النسبة زادت كام فاندم كام في ست ساعات ونص دول كام عشرة في المية عشرة في المية راحوا للتطبيقات اخرى عندك مثلا فوق ستين او سبعين مليون مستخدم على مقال نتكلم على مستوى مصر على مستوى مصر بص احنا نتكلم على مستوى نعم نعم اولا بص احنا بنحب الرسالة مهمة جدا ان مفيش حاجة اسمها سرق البيانات خالص ويمكن خالص يعني بيانات المستخدمين فيش حاجة خالص متهيئة لكده سيجنال بقم من سيادتك يا فاندم انا بقول هذا الكلام لا اصد دائما ابدا هناك نسبة ما يعني النسبة دي لا عندنا بنتكلم عن مصر بنتكلم عن مصر من خلال متابعتنا كجهة تشريعية مع القطاع التنفيذي في الجهاز القامل لم يتم اختراق بيانات المستخدمين ولم يتلقى الجهاز على فكرة فيه رقم شكاوة في الجهاز كده رقم مختصر لم يتم تلقي شكوة واحدة بان حد من المواطنين مستخدم السوشيال ميديا بالصفة عامة ان تم اختراق حساب ده بس عشان نبقى واضحين الجزء التاني يعني لا يستطيع احد الجزم بما يشار على السوشيال ميديا وحديك شايفة طبعا ده طفل صيني ده طفل عنده 13 سنة أولا ده كلام ما تمش التحقيق منه على اطلاق بصت يا تك الشركة الام فيسبوك هي الوحيدة المسؤولة وهي اللي تقدر تقول الاحظم وهي اللي تقدر تعلم في بيان راسم وأنا تصوري طبعا الحديث النهاردة طبعا الشركة اللي هيا اسهم في البرس نعم وقعت شوي والنهاردة اسهمها نزدت حوالي 4.5% نعم رقم فلازم تطلع ببيان كلمة الخسائر 6.5% حوالي مليار دولار لا نعم نتكلم 8% على البورصة فلازم تطلع ببيان على فكرة وأنا بكلم سابتك يمكن من ربع ساعة من ربع ساعة بالضبط يعني احدى الوكالات الروسية قالت ان فيسبوك اعلنت ده على مسؤوليتها طبعا نعم نعم بعض الوكالات في العالم واحنا بنتابع يعني قال ان اعلنت شركة فيسبوك انه لم يكن اي نشاط خبيث وان بيانات المستخدمين لم يتم اختراقها وان الخطأ كان في تغيير الاعدادات من جانبهم من جانب الشركة نفسها من جانب الشركة نفسها ولا يوجد اي ادلة لاختراق المستخدمين بس ديها تبقى فضيحة وكارسة لو ده حصل نعم نعم طبعا انت شايف حدوك النهاردة اللي واخد ترينت في مصر النهاردة على صفحات السوشيال ميديا برضو جزء شوية ان تفض صيني وقالك ده اللي وقف في العالم كله طبعا ماكيش يعني لا صح حالة هذا الكلام حتى تلقات وحنا منتظرين اكيد يعني شركة فيسبوك والجهاز فهم منتظرون صلاة وحنا مدارعين هيطلع بيان رسمي هيترجم بلغة كل دولة اي خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله عاوز يقول لها حدوك برضو بعض الناس هيقولوا سبب العطل او العطل كان ازاي ضمن انتعرف حدوك فيه جهاز دي ان اس بنوع العليل الخادم او السلبر اي ده العطل كان فيه حضرتك بقى حد يقول ليه ليه قعد سبع ساعات او ست ساعات ونص تمام حضرتك حدث تعريف من جديد لكل البيانات للعالم كله في العالم يا خبر بيد دي بقى مفاجأة يعني دي معلومة اه احنا درسنا الموضوع كويس جدا على ذكر حضرتك وارينة كويس وتابعنا على ذكرى مع دول يعني بنتابع برضو رؤى الدول الاخرى نعم كويس سواء في العربية وكلام من هذا القبيل على مستوى البطلمانات اه طبعا حدث تعريف من جديد للبيانات ده اللي خد وقت احنا كنا ممكن انا نفسي تخيلت مثلا ان مسألة هتاخد لها ساعة اه اه يعني حتى لما تسألت لتولتم لا يا جماعة مش هياخد اكتر من ساعة اي فلما عدنا ست ساعت ونص فقالنا صبعا وتأكدنا حتى ده كلام اكدوا رئيس الجزء فهم التنظيم الصلاة نعم ان بيحدث تعريف من جديد للبيانات طيب سيادة النائب يعني انبارح الناس في ظل ما حدث كانت بتطرح الحقيقة سؤالة على السوشيال ميديا وهو سؤال مشروع يعني خصوصا لمن هو غير متخصص انا واحدة غير متخصصة مثلا زي حضرتك كده بالاتصالات الناس بتاديت تقولك انبارح ايه ليه ما عندناش منصات درداشة وتواصل مصرية مثلا يعني هل هي المسألة صعبة هل هي ممنوعة يعني ايه لا اعود اقول حاجة الجديد ده انا بحاجة فارك على السؤال ده مهم جدا حاجة يمكن الجهاز القوم لتنظيمة صلاة عامل دلوقتي وبيعلن ده وبتعلم فيه وسائل الاعلام عامل ارقام مختصرة للاستفسارات عن اي شيء يمكن احنا نفسنا لما كنا بنسيئ لا انا بتكلم لا فهندم انا بتكلم على بتكلم على ابلكيشن بتكلم على واتساب بتكلم على حاجات كده انا مش بتكلم على ارقام انا بتكلم على تطبيق تمام تمام مش بتكلم على ارقام سوير ده مطروح اللي حاجة بتقولي ده لا مش مستحيل مش مستحيل مطروح مطروح فين بقى في الجهاز اه طبعا بالقطعات التنفيذية الجهاز القومي اللي تصلاة التنصيق مع لكن طبعا اللي احنا رأينا حدث لو شفت النهار ده بعد ساعة 12 ونص لما رجعت رجعت الخدمة وكلام من هزة القبيل احنا بشوفنا كلام كتير انا بس بقول لحدك المشكلة انا قاسف في غير المتخصص بيتكلم ممكن يحصل عملية لا 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 انا بتكلم على الفكرة دي فكرة واحنا ليه يا جماعة المسألة صعبة علينا في مصر انه يبقى عندنا ابليكيشن داخلي محلي في بعض الدول عاملة ده يعني لا انت هتجد هتجد الفترة اللي جاية تطور هائل في كل المنظومة التكنولوجية في الدولة المصرية ان شاء الله يبقى انا مش هلاقي تطور في المنظومة انا هلاقي تطبيق مصري ان شاء الله بإذن الله وحنا بنتواكف التطبيق ده بنتكلم على مستوى واتساب استجرام ولا بنتكلم على مستوى فيسبوك على مستوى تويتر على مستوى كده يعني مهمة قوي المشاهد يعرف عاوزة ديب بس الحديث معلومة بعض الناس كانت بتتساءل برضو يعني ليه ماسينجر واتساب وانستجرام هم اللي فصلوا وتيجرام مثلا وسيجنال مفصل ده سؤال طرح بس حدريك ما ردتش على سؤالي اصلا حدريك ما ردتش على سؤالي مستوى التطبيق اللي حتطلع به مصر محليا يعني انا ما زلت بتكلم محليا معرفش طبعا بتفكروا في ايه هل على مستوى دردشة على مستوى واتساب ولا على مستوى تكلم فيسبوك بس حدريك ده ما تروح ده طرح بس لسه ما دخلش حايز التنفيذ لكن طرحته الجهة التنفيذية ما قلت سبتك طبعا ان ده ما تروح لكن طبعا لم يدخل حايز التنفيذ اي اي انت هل وارد يعني قليات قليات ومبالغ وحاجات كده تمام تمام شكرا كفا